تراجعت أسعار الذهب العالمي متأثرة بارتفاع دولار وفي الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 13% إلى 1732 دولار و10 سنتات للأوقية بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719 دولار و56 سنتا في الجلسة السابقة كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 13% لتصل إلى 1744 دولار و10 سنتات ترجمة نانسي قنقر